سلام عليكم ورحمة الله كيف يمكن أن أتعامل مع طفلي كثير الحركة؟ سبعة نقاط نصائح ومجموعة من الألعاب اللي ممكن تساعدكم للطفل كثير الحركة من أهم النصائح حقيقة أن طفل كثير الحركة لازم دائماً هذا الطفل أن يغمر بالحنان ودائماً لما تعطي ابنك الحنان ستلاحظ يتغير في سلوكه وسبحان الله الطفل إذا أشبع بالحنان بهدى سلوك رقم تنين عود طفلك على تحمل مسؤولية ولو بالأشياء البسيطة في ترتيب بعض الأشياء ترتيب ملابس وترتيب أشياء معينة تلاتة قللي من كمية الحلوة لأن كثير مدرسات يتأكد أنه كثرة السكريات تثير الطاقة بشكل كبير جداً عند هذا الطفل اللي هو عنده أصلاً طاقة زيادة أهم حاجة هي رقم أربعة قدمي له أفكار متنوعة في الألعاب وحاول تشغليه بأشياء معينة وألعاب متعددة ومتنوعة متشكلة ومتغيرة رقم خمسة تواصلي معه التواصل هذا مهم جداً للطفل بالألفاظ وبالتواصل البصري والجسدي ما تكون شايحة بوجهك وبتحكي مع العلاء التواصل البصري وكمان في حد معين يستقبل هذا التواصل تماماً أهم نقطة ممكن أعتقد أنها ستة لا يعني تجبرية على أفعال معينة ورقم سبعة لا يعني خلنا نقول ما تقلل من شأنه أو توبخيه أو تجتميه أمام أقرانه أو أمام الأقرباء هذه سبعة أشياء ضرورية أنكم ما تعملوها مع أولادكم ممكن أحكي عن مجموعة ألعاب سريعة تساعد أولادكم هذه الألعاب اللي ممكن تساعد الألوان مثلاً لعبة تنسيق الألوان بتساعد الأطفال لعبة المصفى بتساعد الألوان الأطفال لعبة الصلصال المعجونة لعبة الخشب لعبة التشبيك لعبة الربط لعبة التشغيل الألعاب الحركية سباق السيارات الخشبية لعبة الذاكرة الصور ويتذكرها كل هذه الألعاب وأشياء منكم تجدوها فيكم تتابعوني على قناتي على اليوتيوب أنا أتحدث فيها كثير من الأشياء قناة دكتور محمد شرات بلغة العربية دمتم بخير وحفظ الله أبناكم